السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب مرحبا بكم في المحاضرة الأخيرة في باب الموصولات ومع حذف العائد المجرور بحرف الجر وكنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن حذف العائد المجرور ولكنه مجرور بالإضافة وهنا في هذه المحاضرة اليوم في هذا اليوم المبارك نتحدث عن حذف العائد المجرور أي العائد على الإسم المنصول الضمير العائد على الإسم المنصول إذا كان مجروراً بماذا؟ بالحرف أو مجروراً بحرف الجر وهو النوع الثاني من الضمير العائد المجرور ولكنه هنا مجرور بحرف الجر وليس بالإضافة كما سبق في المحاضرة السابقة ويجوز حذف الضمير المجرور العائد على الاسم الموصول الرابط لجملة الصلة بشروط الشرط الأول أن يكون الموصول مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائدة لفظا أو معنى الاسم الموصول يكون مجرورا بمثل الحرف الذي جر العائد بمثل الحرف الذي دخل على الضمير العائد الشرط الثاني أن يكون المتعلق في كل منهما مشابه للآخر إما في لفظه ومعنىه نحو سلمت على الذي سلمت عليه في اللفظ والمعنى سلمت على الذي سلمت عليه سلمت على الذي سلمت عليه أن يكون المتعلق في كل منهما في الاسم الموصول أن يكون الموصول مجرورا على الذي شوف إزاي بمثل الحرف الذي جر العائد بمثل الحرف الذي جر الضمير عليه ما على هنا وعلى هنا أن يكون المتعلق في كل منهما مشابها للآخر إما في لفظه ومعنىه نحو سلمت على الذي سلمت عليه هذه الفعله سلم وهنا سلم نفظا ومعنى الفعل متشابه فيجوز حذف العائد كاملا مع حرف الجر فتقول سلمت أي أنا على الذي سلمت وسكت سلمت على الذي سلمت تخاطب زميلك تخاطب صديقك تقول له سلمت أي أنا على الذي سلمت أي أنت ولم تقل عليه لماذا؟ لأن الإسم الموصول مجرور بنفس الحرف أو بالحرف نفسي بحرف الجر نفسي وهو على والفعل هنا متشابه لفظا ومعنى لاتفاقهم شوف هنا يقول لماذا؟ لاتفاقهم لاتفاقهم في الحرف والمتعلق يعني في حرف الجر والفعل الذي تعلق به هذا الضمير اللي هو سلمت هنا وسلمت أنت في الجملة الثانية فإن المجرور الأول على الذي متعلق بالفعل للأول وهو سلمت دول متعلق هذا لأن الإس الجر والمجرور من الأشياء الضعيفة تحتاج إلى شيء ترتبط به مثل الفعل فهنا على الذي متعلق مرتبط الذي وضح المعنى فعل قبله متعلق بالفعل سلمت للمتكلم والمجرور الثاني عليه متعلق بالفعل سلمت أي أنت ومن ذلك قول الله تعالى ويشرب مما تشربون مما من حرف جر وما هنا اسم منصوب معنى الذي جملة الصلة هنا تشربون أين الضمير الرابط تقديره ويشرب مما تشربون منه هل انطبقت في كلمة منه هنا الشروط التي حذفت يعني منه حذفت هنا هل انطبقت فيها الشروط السابقة نعم يشرب مما تشربون يشرب مما تشربون هذا الفعل الأول يشرب وتشربون نفس اللفظ ونفس المعنى ومما من حرف جر هذه من حرف جر دخلت على اسم الموصول وكذلك من حرف جر دخلت على الضمير الذي حذف أيضا جوازا فانطبقت عليه الشروط التي ذكرناها في حذف العائد المجرور أو كان الاتفاق يبقى الاتفاق في اللفظ وفي المعنى لو كان الاتفاق بين الفعلين في المعنى فقط يجوز أيضا في المعنى دون اللفظ يعني الفعلين الذي ارتبط بهم الاسم الموصول بالحرف الجر الذي دخل عليه والضمير العائد بحرف الجر الذي اتصل به الفعلان اتفق في المعنى واختلف في اللفظ يجوز أيضا الحذ فمن ذلك قولك فرحت بالذي سررت به هذا الذي الاسم الموصول دخل عليه حرف جر وهذا هو الضمير الرابط وهو به اتصل به نفس حرف الجر وارتبط شبه الجملة الجر والمجرور بسررت انتبه معي للفعل سررت وكذلك بالذي الجر والمجرور ارتبط بالفعل فرح فرحت فرحت طيب اختلف يا دكتور اختلفت كلمة فريحة عن كلمة سررت فرحت اختلفت عن سررت اقول اختلفت في اللفظ ولكن اتحدت في المعنى فالفرح هو السرور يجوز حذف العائد فتقول فرحت بالذي سررت بحذف هذه الضمير مع حرف ايه للجر للاتفاق الحرف وهو للاتفاق في الحرف وهو حرف الجر الباء والاتفاق في الفعل الذي تعلق اي ارتبط به الجر والمجرور وهو فرحت وسررت لان كل منهما بنفس المعنى او بالمعنى ذاته ومنه قول الشاعر لا تركنن الى الامر الذي ركنت ابناء يعرب حين اضطرها القدر لا تركنن الى الامر الذي ركنت انظروا هذا الجزء من البيت اين لا تركنن الى الامر الذي ركنت الذي ركنت ركنت اليه كان التقدير ركنت اليه لا تركنن الى الامر الذي ركنت اليه فحذف هنا العائد المجرور بحرف الجر لانتباق الشروط عليه تكملة اخيرة في الجزئية السابقة نقول هنا حذف العائد توضيح من البيت الشعري حيث حذف العائد لكونه مجرور بحرف جر مماثل الحرف الجر الموصول للحرف الذي جر الموصول في اللفظ والمعنى وكذلك المتعلق متحد في اللفظ والمعنى تركن وتركنن المتعلق الحرف الحرف الجر أو المتعلق يعني الحرف الجر الذي جر الاسم الموصول أو جر الضمير العائد عليه أو المتعلق الفعل اختلف في اللفظ والمعنى نحو قولك مررت بالذي غضبت عليه الب حرف جر دخلت على اسم الموصول والفعل المتعلق الذي تعلق به الجر والمجر مرة طيب الضمير الرابط هو الها ودخل عليه حرف الجر على يبقى هنا حرف الجر باء وهنا حرف الجر على هنا الضمير غضبته هو معذرة الفعل غضبته هو الفعل الذي تعلق به الجر والمجر غضبة وهنا الفعل الذي تعلق به بالذي الاسم الموصول هو حرف الجر المجر في الأول مرة فمرة يختلف عن غضبة الفعل اختلف لفظا ومعنى والباء اختلفت عن على لفظا ومعنى فلا يصح لك أن تحذف الضمير العائد تقول مررت بالذي غضبت عليه ولا يصح لك أن تقول مررت بالذي غضبت وتسكت لماذا؟ لاختلاف حرف الجر الداخل على الاسم الموصول وعلى الضمير الرابط والاختلاف الفعل الذي ارتبط به الاسم الموصول مع حرف جره والضمير العائد على وحرف جره اختلف الفعلان الذين يرتبط به الاسم الموصول وضميره اختلف في اللفظ والمعنى في هذه الحالة لا يجوز حذف الضمير العائد على الاسم الموصول وهو الضمير المجرور بحرف الجر وبهذه الجزئية نكون انتهينا من الحديث عن الأسماء الموصولة ومتعلقاتها في باب النحو العربي فإلى درس جديد نتحدث فيه عن نوع جديد من أنواع المعارف في اللغة العربية وهو المعرف بأل فإلى لقاء جديد إن شاء الله تعالى